الحالة الجميلة قوي دي اللي هتبقى موجودة يوم 19 يوليو بيمضملنا دلوقتي هاتفياً الموسيقار الكبير النادر عباسي واللي هيكلمنا عن تفاصيل مشاركته في مهرجان العالمين ورأيه في هذا الحدث ألتر فيه والفني الضخم مسائل فل عليك موسيقاري عالمي مسائل خير عليكي وأشكرك على المقدمة تحت داي يعني أنت جميل وكل حاجة بتقدمها من أعمال جميلة يعني بشكرك على اختيارك لكارمن سليمان لكن طبعاً هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل لكن احكيلي كده عن إحساسك وانت هتشارك الست مجدر رومي والله طبعاً ده أنا أول حاجة ليه الحظ لأن أنا أشترك في المهرجان لأن أنا كنت سعيد جداً أصلاً أن أتعامل معهرجان في العالمين المكان طبعاً صحفة العالمين الجديدة زي حاجة مبهرة بحر غير طبيعي في العالم كله صعب جداً للاقي بحر زي بحر العالمين وكمان لونه والجو الهناكي يعني ساعات أنا بقول لأصدقائي أن أوروبا بتبقى حر جداً في الصيف جنوب أوروبا ومسلاً القاهرة حر جداً وفجأة الساحل الشمالي ساعات بنبرد بالليل يعني جو حقي مميز جداً فدي حاجة تاني حاجة أن أنا بالأوركسترا والقرال دي أول مرة في المهرجان يكون فيه العدد والكم ده من اشتراك يعني أوركسترا مع يعني أدي كلنا بنحبها وبنعشاها وبنحترمها وهي بنحب مصري جداً فزي ده مكتة طبعاً أنا اشتركت معها في كاتل حفلة بكده ودي مش أول حفلة ونحن نعم بقى مع بعض الرجال العالمين ده شرف رئي كبير وسعيد جداً بالمشاركة دات بجانب طبعاً الحفل ساعي يوم 25 اللي هو هيكون فيه موسيقرنا الجميل الرائع العظيم عمار الشريعي مع كارمن سليمان والمغني المصري لؤي لؤي كمان فطبعاً اثنين من الشباب اللي أنا بحترمهم جداً أنت بتحب صوت لؤي قوي 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 بشراحة وكارمن طبعاً جداً وكمان موسيقى عمار الشريعي فأنا أقولك محظوظ يعني إذا كان مع اشتراك مع سيدة مجدى الرومي وحفل عمار الشريعي طبعاً ده شيء بالنسبة لي مهمة جداً الست مجدى الرومي يعني بتحترم جمهورها بشكل كبير قوي أنا سابعاً أن النهار ده كان فيه بروفات يعني النهار ده كان أول بروفا فعلاً وطبعاً هو برنامج من البرامج اللي لازم نختار كل أغنية يعني للمهرجان مش سهل لأن أول حاجة هي أول مرة الاشتراك لنا دايماً حفلاتنا ياهما بتبقى في الأفرة أو في قاعة كبيرة أو مثلاً في أصر عبدين أو أصر الأوبا وكده بيبقى فيه جمهور معينة هنا الجمهور إحنا لسه هنجرب يعني أي نوع الجمهور اللي هو هيجي طبعاً فيه سياح كتير جداً بتيجي للسيدة مجدى الرومي من إخواننا طبعاً العرب وطبعاً أوروبيين جداً جايين يشوفوا البحر ويتمتعوا بالجو ده فلازم نختار أغاني وللشباب ولكل الأعمار فاختيار البرنامج مبقاش سحي ولكن ابتدنا بروفا النهاردة وكنا سعاداً جداً إن احنا نشتراك في المهرجان هتغششنا كده أغنية حتى واحدة ولا لا؟ لا طبعاً أغششكوا الأغانية لين أنت عوزانة؟ عايزة أتعرفي بالنسبة للبرنامج لأ يعني للفنانة مجدى رومي كده أغنية واحدة كده لقيتوها للمهرجان أغني للحب الله الله كلمات الله في أغنية كمان من أنا أحبها جداً هي بتغني مثلاً حي على الفلاح المصريين بتغنيها بطريقة جنة يعني دي كده هداية منها منها لينة التوبة هتغنيها تطلع منها مختلفة بحلف بسماها وبتغني يعني أغاني كتير جداً صراحة يعني مش مفروضة أنه كل أغاني على الناس يجي تسمع بنفسها خلاص يعني كفاية قوي حضرتك كنت كريم معنا نروح بقى للموسيقار عمار الشريعي وخليني أقول يعني هو فعلاً الحانو كده مصرية جداً يعني رأفة الهجان زيزينيا أميرة في الزمن الحب وغيره 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 يعني حكي لنا كده على السمفونية الجميلة دي هتعزفها ازاي او بتفكر فيها ازاي بتخطط لها ازاي تقدمها في المهرجان طبعاً مع صحابة سعادة احنا قدمنا 121 سنة سينما و123 سنة سينما قدمنا طبعاً من الفنان الكبير مودي بيمان في 121 سنة سينما قدمنا فعلاً رأفة الهجان ودموع فويون واضحة طبعاً لقد نجاح غير طبيعي لأن مطرين كلهم متعلقين جداً برأفة الهجان بالسكات وحاجات كثيرة جداً لعمار طبعاً رأفة الهجان لها تأثير كبير قوي على المطريين وخصوصاً إنها مكتوبة لأوركترا كويس قوي 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 من المعلف طيب هنا اختيار الأغاني أو الأعمال لعمار الشريعي لازم تكون بحذر جامس جداً لأنه عمل أعمال كثيرة جداً ولازم اختار الأعمال اللي تنفع لأوركترا لأنه عمل أعمال مثلاً ممكن تكون شرقية جداً وعيزة تخت ممكن عربي أو فرقة عربية لكن مدام فيه أوركترا وفيه كرال وفيه جميع الألوان اللي ممكن يزيهاله الأوركترا فبتبقى ميزة إن أنا أقدم العمال اللي هو آياميها ما كانش فيه بيسموها يعني البوجت أو الإمكانيات إن هو يجيب أوركترا فكان بيسجل على الأورج أو فرقة صغيرة فكان فيه أصوات الأورج آميها في الثمانينات والتسعينات وكده بيبقى الأورج صوته طبعاً صناعي فلما بتعملي العمل لأمار الشريعي بالأوركترا الحقيقي وتشوفي هو كان نفسه مثلاً يكتب هنا لفلوت لآلات نحاسية بس بيلعبها بالأوركترا لما تلعبها له بقى بالآلات الحقيقية بيطلع صوت مختلف تماماً طبعاً فبالتالي كان لازم إن أنا يعني نديره الهدية ديت ونكرمه إن احنا نعمله الأعمال اللي هي كان نكاتبها للأوركترا بس ما تعملتش آميها بالأوركترا فدي برضو هتبقى حاجة جديدة جداً فطبعاً ده طبعاً عمل مشترك مع الأستاذة طبعاً إسعاد يونس مع مخرج البرنامج الأستاذ محمد مراد مع أحمد فاقي المعيد طبعاً كل ده بتبقى عداد ورشة عمل كبيرة جداً هم بيخترحوا عمال وأنا بيخترح عمال وبنقول ده ينفع للأوركترا ولا ما ينفعش ساعات تبقى عمال كويسة جداً وحلوة جداً بس ما تنفعش الأوركترا أو عايزة فرق عربي فهنا بنحط وجود الكرال وجود المغنيين مين من المغنيين طبعاً كارمن سليمان تجن طبعاً صوت يعني الاتنين صوتهم يعني فعلاً مميز جداً جداً وقدروا أنهم يحطوا لنفسهم مكانة مختلفة وسط الجيل بتاعهم مايسترو إحنا مبسوطين أن حضرتك ليك أكتر من مشاركة في المهرجان لأنه إحنا لازم نستمتع بموسيقى حضرتك والعصف الجميل من الأوركسترا اللي حضرتك إن شاء الله هتقودها وأكيد حفل طبعاً النجمة الكبيرة مجدا الرومي وصاحبة السعادة أكيد نشكرك الموسيقر الكبير نادر عباسي بالترجمة نانسي قنقر